معرض للفن التشكيلي هو الأول من نوعه أقامته فتاة نجفية بمفردها ضم أكثر من 40 عملا من مدارس فنية مختلفة عكست الواقع العراقي وهموم المرأة ومشاكلها وأمالها أيضا والهدف هو إثبات حضور المرأة الفنانة في المحافظة كما تقول الفنانة بالنجف دارها الشبه معدوم فأني كأول نجفية قيم معرض شخصي بدون أي مسميات شاركت بهذا المعرض ب40 لوحة اتنوعت في المدارس أول مدرسة كانت اشتغلت بالكلاسيكية عدة لوحات اشتغلت التراجيدي اشتغلت الفن الحديث اشتغلت الفن الواقعي أغلب هذه اللوحات هي صور فوتوغرافية حوالتها إلى لوحات رسم عن طريق العلوان أعمال الفنانة نرجس المحمد هو الطالب في المرحلة الخامسة في معهد الفنون الجميل للبنات في المحافظة عكست الواقع الذي تعيشه الفنانة وتداعياته على المرأة إلى جانب توثيق الموروث الثقافي للبلاد جسدت طبيعة المرأة وحقوق المرأة من خلال قضية الزواج القاصرات ويضا احدى اللوحات كانت تتحدث عن عقلية المرأة وتفكيرها وبعض اللوحات التي كانت تجسد أحد الأحاديث الشريفة لرسول أكرم صلى الله عليه وسلم التي يقول فيها المرأة ريحانة وليست قهرمانة إقامة المعرض من قبل فنانة تشكيلية في مدينة يطغى عليها الطابع الديني اعتبره زوار المعرض خطوة مهمة وفاعلة داعين إلى احتضان الطاقات النسوية وإبرازها دليل على أن المرأة العراقية تحاول أن تقوم بدورها بشكل مستمر هذه المعارض وبهذه المشاريع ربما ستضيف في المستقبل قرار يساعد على مساعدة البلد والنهوض بالبلد هذا اعتبر المعرض هو طاقة شبابية كبيرة يجب الاهتمام بها ويجب العناية بها ويجب الاهتمام من أجل إظهار المواهب الموجودة لكل الشباب الموجودين الفنانة الشابة تمنت أن تتوجه الدوائر ذات العلاقة إلى تنشيط ودعم المواهب النسوية في كافة المجالات مبادرة هي الأول من نوعها تثبت فيها الفنانة النجفية أنها قادرة على العطاء والإبداع في مدينة تحتضن الكثير من المبدعين في المجالات الفنية والأدبية المختلفة راج نصير الحرة النجف الأشرف